السلام عليكم زيكم دا كترة يا رب ان شاء الله جميعا تكونوا بخير بنستكمل ساو مع بعض بإذن الله في الفيديو دا جزء جديد معانا من مواضيع محاضرات الجنرال فارماكولوجي أو ما نسميه بعلم الأدوية وده تاني فيديو معانا وتاني جزء بنتكلم فيه تحت موضوع الفارماكو دايناميك مبدئيا كده وبعد ما الاول هتصلي عن حبيب عن الصلاة والسلام وقبل ما ابدأ لك في موضوع محاضرتنا النهاردة خلينا زي ما اتفقنا مع بعض كده نبدي مقدمة سريعة نعتبرها ولو دردشة بسيطة كده بند فيها شوية نصايح مهمة بما ان احنا لسه في بداية مادة جديدة وممكن تبقى في بداية الترم وسنة جديدة طيب ببدئيا كده وبعد ما تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام الفيديو اللي فات ان لما اتفقت معاك وانت بتذاكر اي موضوع جديد سواء كان الفارماكولوجي او حتى مايكروبيولوجي بارسيطولوجي وتفر المادة اللي عندك باختصار لازم تسأل نفسك تلت اسئلة وتلاقي لهم اجابة قبل ما تذاكر لان التلت اسئلة دول هما دول اللي يعرفوك ازاي تذاكر المادة دي وتركز على ايه وما تركزت على ايه التلت اسئلة كانوا لو انتوا فاكرين ليه وازاي ومنين انا ليه بذاكر الموضوع ده ازاي هذاكر الموضوع ده منين هذاكر ايه المصادر اللي ممكن استعين بيها لو وقفت علي اي حاجة في الموضوع ده هو ده اهم التلت اسئلة اللي لازم تجاوب عليه وعايزك ترجع للفيديو اللي فات لو عايز تسمع جزء ده تاني ولكن أنا عايزك كده في البداية كده يعني نتفق مع بعض رانوطة مهمة تستغلها لصالحك بالذات في النظام الجديد وهي حتة ربط المعلومات أو ترابط المعلومات هتفق معاك إن سنة أولى بالذات أنت لسه بتاخد البيزيك ساينس العامة كإنتروداكشن كده يعني أنت بتاخد إنتروداكشن في الأناتومي في الهستولوجي في الفيسيولوجي في الفارماكولوجي وبالتالي الموضوع تحسها باش متربطة يعني كل مادة بتلف في فوادي مختلف ولكن بداية بقى من سنة تانية بداية من لما تبدأ تدخل على كل بادي سيستم يعني كل جهاز في الجسم هتبدأ تاخد الأناتومي والهستولوجي والفيسيولوجي والفارماكولوجي بتاعه مع بعض الشاطر هو اللي هيعرف يربطهم ببعض صح وهيعرف إن هو يذاكر الموضوع ده ويبني عليه الموضوع اللي في المادة التانية لأنه هذا الطب الطب إنك بتفهم جسم الإنسان هتفهم الأورجنز بتاعة الإنسان والسيستم ده بتكون من إيه وتشعر الأناتومي هتبدأ تدخل في التفاصيل الأنسجة والخلايا المكونة لهذا السيستم وده شغل الهستولوجي وبعد ما تفهم التركيب مطلوب منك تفهم هو إزاي هيشتغل وده شغل الفيسيولوجي بعد كده تفهم هو إيه اللي يحصل لو حصل مشكلة في النسيج ده أو في الأورجن ده وده شغل الباثولوجي اللي مع علم الأمراض وبعد كده تبدأ تشوف إزاي هتصلح الوضع وهنا ده بقى شغل الفارماكولوجي بالتالي الطب مترابط ببعضه بشكل مادة بتطير في وادي بتقولي دكتور انت نست مادتين كده أو بعض مواد زي المايكرو والبارة كل مادة وليها غاية في مذاكرتها ولازم تعرف انت بتذاكرها ليه عشان هيتبانى عليها زي ما اتفقت معك ايه حتة هتذاكرها ازاي ومنين فان كلام ده اتفقنا عليه قبل كده ولكن أنا بكلمك هنا في الفيديو ده بالذات على حتة ربط المعلومات وخلينا نضرب مثال بالمحاضرتنا النهاردة النهاردة انا بكلمك في تاني جزء في الجزء الخاص بالفارماكو ديناميك انا اسف معلش لو انت ناسي اصلا يعني ايه فارماكو ديناميك يبقى انت هنا قاعد معي في المحاضرة هتفهم الكلام اللي هقوله بس بش هتعرف تربطه ببعضه اشتعرف تربطه بالمحاضرة اللي فاتت ولا المحاضرة اللي جاية وبالتالي من اساسيات الشرح معلش يعني ده بش غرضك انت انت لسه بادئ اول محاضرة ليك اتنين ثلاثة والنهاردة احنا بنكمل عليهم اربعة خمس ستة وهكذا النقطة التانية وانت بتذاكر بقى يعني ان انا نهاردة خلصت محاضرة النهاردة مسلا التانية دلوقتي واسمعتها من الدكتور وبيشرحها المفروض ان انا لما اجي ارجع للورق بقى ارجع اقرأ 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 مرة واحدة المحاضر الاولى قراءة بعيني انا المفروض كنت ايه سمعتها بلكده وقرأتها بلكده انا عايزك بس تقرأها مرة واحدة بعينك جاست تفتكر العناوين الرئيسية بش عايزك تتقف في تفصيل عناوين رئيسية وبعدين تدخل في المحاضرة التانية بالزاد في المواد اللي فيها ترابط زي الفرما الفرما يا جماعة الانتروداكشن لما اجي اقولك احنا المحاضرة اللي فاتت كان فرماكو دايناميك بارت وان دلوقتي فرماكو دايناميك بارت وان اللي جاي هتبقى فرماكو دايناميك برضو بارت ثري وبالتالي لازم تربط التلات محاضرات دول ببعض بشكل كويس اتفقنا طيب برضو نقطة مهمة اتفقنا عليها المحاضرة اللي فاتت ان قلمك في ايديك عشان لما اقولك الحتة دي بتيجي امسكيو او الحتة دي بتيجي ريتن او الحتة دي للفهم فقط يبقى انت تبقى فاهم انت هتذاكر ازاي كل جزء ان شاء الله معانا اتفقنا تعالى بقى نبدأ كده بعد ما تصلي على حبيب عليه الصلاة والسلام وحضرتنا اللذيذة النهاردة وكالعادة زي ما اتفقت معاك ان لازم خلينا نفكرك مبدئيا كده هو احنا بناخد ايه اصلا في الجنرال فارماكولوجي فاكرين الشريحة دي قلت لك دي اهم شريحة في الصفحة الاولى في الورق بتاع المحاضرة اللي فاتت لك ان احنا في الفارماكولوجي بندرس حاجتين بالزبط لا ثالثة لهم حرفيا من النهاردة لحد ما هتخلص منحك الفارماكولوجي انت بتذاكر حاجتين بس كل دوا مطلوب منك تعرف الفارماكو ديناميك بتاعه والفارماكو كاينيتك بتاعته يبقى كل دوا انت هتذاكره سواء بقى في او الرينال اي مديول عندك بعد كده مطلوب منك في اي دوا هتخده انك تعرف الحاجتين دول يعني يا دكتور فارماكو ديناميك قلت لك الديناميك بحرفة دي معناها الدراج يا طار ازاي بيأثر في الجسم كلمة ازاي بيشتغل دي معناها ميكانيزم في اكشن طب لما هيشتغل التأثير اللي هيعمله ده بسميه فارماكولوجيكال افكت يعني تأثير سواء ان التأثير ده جماعة كان حلوة او وحش يعني ممكن يبقى التأثير ده ثرابيوتك افكت يعني تأثير علاجي وهو ده المطلوب وقد يكون تأثير جانبي صايد افكت وبلاوي سوء ده وهنتكلم عن ده بعدين ولكن الموضع دي كلها او العنوين دي كلها تحت عنوان اسمه فارماكو ديناميك وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه في اول ترت فيديوهات معنا الجزء اللي بعده اسمه فارماكو كاينيتك وهنا بقى انا بفهم هو الجسم بقى ازاي هو اللي بيتعامل مع الدواء يعني الجسم بتاعك ازاي امتص الدواء ازاي بعدها بدأ يوزع الدواء في الجسم عشان يبدأ يشتغل وبعدين ازاي بدأ يكسر الدواء عشان يقدر يتخلص من الدواء اربع كلمات او اربع نقاط مهمة جمعناهم في كلمة آدم بتأول حرفه من كل كلمة ايه ابزوربشن دي ديستريبيوشن يعني توزيع ام ميتابوليزم يعني تكسير ايه اكسكريشن يعني افراز او تخلص وبالتالي هو ده الفارماكو كاينيتك عناصر الفارماكو كاينيتك انا بقى بني وبينك كده لما اجا شرح لك ان شاء الله بازن الله الترمات الجاية ولا المديولات الجاية مثلا الدواء اللي اسمه ادرينالين ده هيدا شرح الترمي ده ادرينالين او مقايلك الادرينالين ده هو بيتاخد ازاي كلمة بيتاخد ازاي ده يبقى انا عايز افهمك هو بينطص ازاي وبعدين بيتوزع في الجسم وبعدين بيتكسر ازاي وبعدين بيطلع من الجسم ازاي يبقى انا بكلمك كده على الفارماكو كاينيتك بتاع الادرينالين نيجي نكلمك على الفارماكو ديناميك بتاعته ازاي بيشتغل ادرينالين بيمسك على ريسبتر اسمه الفا او بيتا يبقى ده اسمه ميكانيزم في اكشن يا جماعة هو ده الميكانيزم في اكشن للدوة طب لما هيمسك في البيتا وان اللي موجود على القلب زود ضربات القلب يبقى ده اسمه افكت ده اسمه تأثير الدوة يبقى الميكانيزم والايفكت ده تبع مين ايوة شاطر كده الفرماك وديناميك فهمنا الحيطة دي يا جماعة انا بعيدها وبزيد فيها ليه ده الاساس بتاع الفرماك ده انت لو فهمته انت بقيت الفرماك بالنسبالك هتبقى مية ان شاء الله اسمه وذاكرتك ليها بعد كده اتفقنا؟ طيب خلال المحاضرة بتاعتنا اللي فاتت تكلمنا مع بعضها على الحنوان ده وده اللي هنكمله فيه النهاردة بإذن الله جزء الميكانيزم في اكشن الدوة لما دخل جسمك المفروض عشان يقدر يدي التأثير المنتظر لازم يشتغل بواحدة من الطرق دي واهم طريقة منهم وأشهرها زي ما اتفقنا مع بعض هي فكرة يعني الدوة اللي داخل ده رايح يمسك على بروتين موجود في الخلية او على سطح الخلية عشان يبدأ يدي التأثير اللي هو رايح يعمله سواء هيمسك على مستقبلات يعني ريسبترز هيمسك على قنوات اسمها آيون شانل هيمسك على انزيمات او هيمسك على كارير يعني نواقل على سطح الخلية يبدأ بالنسبة للرجلاتري بروتين في طرق تانية اه كان فيه ايما الدوة ممكن يدخل ليشتغل مباشرة زي ما قلت لك ادوية الحموضة ادوية الحموضة دي ادوية قاعدية انت بتبلعها عشان تعادل حموضة المعدة يبقى مادة قاعدية تعادل مادة حامضية ويبقى هنا حصل تفاعل كيميائي ده كده كيميكال ميكانيزم يا جماعة صح ولا لا او يكون الدوة ده داخل يلعب في ميتابوليزم فعمل تكسير مادة معينة في الجسم وبالتالي يمنع تكسيرها او يمنع تصنعها وهكذا يزن ده فكرة الايه الميكانيزم طيب اخدنا مصطلحات زي الريسبتور والليجند والأفينيتي انا بش هتطرق للتفاصيل دي بقى وانواع الريسبتور والحاجات اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت متمينيش قوي انا عايز بس افكرك بحادث مهمة احنا بنكمل فيها النهاردة احنا كلمنا مع بعض في الجزء اللي فات على الحتة دي حتة البيولوجيكال رسبونس تو دراج رسبتور بايندي او بمعنى تاني سميناها دوز رسبونس ريليشنشيب ستادي يعني دراسة العلاقة بين الدوز اللي هي الجرعة بتاعت الدوة والاستجابة اللي هيديها الدوة اتفقنا مع بعض ان الادوية او الليجند الليجند دي كلمة قلنا مع بعض معناها المادة اللي بتمسك على الريسبتور اسمها اسمها الليجند الليجند دي فيها احتمال من اتنين يا اما نقول عليها agonist يا اما نقول عليها ايه antagonist يعني كلمة يا دكتور agonist agonist يعني محفز يعني دي مادة هتروح تمسك مباشرة على الرسيبتور الأزرق اللي قدامنا ده مجرد ما تمسك عليه هتبدأ تشغل الرسيبتور هتبدأ تدي رسبونس داخل الخلية يعني رد تفايل داخل الخلية يعني استجابة داخل الخلية شبناها بالزبط بالمفتاح والفتحة بتاعة العقب بتاع الباب المفتاح الصح هو اللي هيفتح الباب يبقى المفتاح الصح ده اسمه ايه؟ اسمه أجونست في المقابل كلمة أنتاجونست جاية من كلمة أنتي أجونست يعني مضاد للمحفز يعني ده المضاد بتاعه بمعنى ايه بقى كلمة أنتاجونست دي بتبقى مادة المادة دي لو مسكت على نفس الرسيبتور في الحالة دي بتقوم بلوك أفلاه يقوم مع بعض بلوك ذا رسيبتور منعت الرسيبتور انه يشتغل ومنعت المادة انها تروح تمسك عليه يعني انا منعت الأجونست انه يشتغل في نفس الوقت يبقى زي بالزبط شبهناها بعود الخشب كده لو انت بتحاول تفتح الباب بعود خشب العود الخشب حشر في الرسيبتور دخل جوه الرسيبتور إذن له affinity لأنه هو مسك في الرسيبتور ولكنه ما بيقدرش يفتح الباب بعود الخشب ده بش هيقدر يفتح الباب إذن هو مسك في الرسيبتور بس مداش استجابة مداش استجابة يعني ايه دكتور يعني له affinity وملوش efficacy شايفيني الحتة دي الحتة دي قلت لك عليها مهم المرة اللي فاتت قلت لك عليها لن يخلو منها امتحان ان شاء الله وهي حتة ان الاجونست الاجونست يا دكتور له affinity وله efficacy يعني كلمة affinity يا دكتور انا فاكر ان الكلمة دي مرت علينا المحاضرة اللي فاتت affinity دي معناها هو بالبلد كده حب الريسبتور للمادة والله لو الريسبتور ده بيمسك في المادة دي خلاص اذا ده كده له affinity يبقى الاجونست لو هو بيمسك في الريسبتور كده بقول ان الاجونست ده ايه له affinity لكن لو ما بيمسكش خالص خلاص يبقى ملوش affinity اصلا تمام طب الاجونست ما هو بردو يا دكتور بيمسك يا دكتور ما الاجونست بيمسك في عقوب الباب او بيمسك في الريسبتور اذا بردو له affinity ولكن من فيهم اللي بيدي response وكلمة response يعني efficacy يعني فعالية efficacy دي وانا معناها هي يا شباب فعالية يعني responsive بمعنى تاني من فيهم بقى بيدي response طبعا اللي بيدي response هو الاجونست لكن الاجونست ما بيديش response فولنما بعض باختصار الاجونست له affinity وله efficacy اما الانتاجونست له افينيتي وليس له افكاسي الحتة دي قلنا عليها مهمة جدا طيب ثم قلنا مع بعض ان الاجونست عشان يشتغل بدأنا نتكلم بالتفصيل عن الاجونست والنهاردة هنكمل كلامنا في الاجونست وهندخل على حاجة اسمها تانية اسمها انتاجونست طيب قلت لك يا شباب عشان الاجونست يشتغل فاحنا عندنا نوعين من الاجونست اللي هم المحفزات يعني العلاقة ما بين بنعمل كيرف كده هذا الكيرف بيوجد العلاقة بين الجرعة والاستجابة يعني ايه؟ يعني في بعض الادوية لو جبت حيوان تجربة مثلا حيوان التجربة ده طعالي وجبت الدواء بيوطي الضغط كلما زود في جرعة الدواء كلما الضغط عمال يوطي يبقى ده بنقول عليها علاقة ايه؟ طردية كلما بتزود الجرعة كلما الاستجابة بتبقى احسن ندي مثال تاني الادرينالين كلما هتزود جرعة الادرينالين كلما ضربات القلب بتاعتك بتزيد يبقى انت هنا بسمي الريسبونس ده او الاستجابة دي بسميها كلمة جريتد يعني متدرجة وكلمة متدرجة يعني علاقة طردية يعني تناسب طردي ما بين الدوز وما بين الريسبونس ما بين الجرعة وما بين الاستجابة اللي بتحصل ودي موست دراجزي يعني اغلب الادوية اللي عندنا تقريبا بتمشي بالقعدة دي حيث ان كلما هتزود جرعة الدواء كلما من مفعول الدواء هيبدأ ايه؟ يزيد اوكي؟ النوع ده من الريسبونس ممكن تجربه وتعمل كيرف بالشكل ده على حيوان تجربة واحد بس ازاي؟ هو بشي احنا قلنا مع بعض ان العلاقة ما بين الجرعة والريسبونس طب احط الجرعة تحت يا دكتور اهو دراج كونسنتريشن يعني الجرعة وحط الاستجابة على محور واي ادي الريسبونس اهو كلما زودت في الجرعة حددت واحد جرام اداني الريسبونس اهو طب بديت تلاتة جرام لأ لقيت الاستجابة 25% اوه ده الاستجابة زادت اهيه؟ طب بديت 5 جرام لقيت الاستجابة بقيت 50% وهكذا يبقى انا يا جماعة ايه؟ كلما زودت في الجرعة زادت الاستجابة ده بسميه جريدد رسبونس طيب ومال بعض الادوية بقى بتشزة عن القعدة في كلمة فيود رجز يعني ادوية قليلة بتشزة عن هذه القعدة ازاي؟ قالك زي ادوية الصرع ادوية الصرع يا جماعة فكرتها بكل بساطة انك مطلوب منها انها تبنع الصرع لو جات لك نوبة صرع يبقى ان الدوية ده ولا كأنك بتاخله ولا كأنه عمل حاجة طب لو اديت جرعة ومنعت الصرع ازاي خلاص انا وصلت الى افكت اللي انا عايزه طب لو زودت الجرعة هستفيد حاجة؟ مش هستفيد حاجة خلاص؟ بعدم انت وصلت عند الجرعة اللي وقفت الصرع يبقى انت جده جبت الرسبونس اللي انت عايزه طب لو قللت الجرعة شوية رجع الصرع تاني يبقى ولا كأنك عملت حاجة ازاي القعدة دي بنسميها او مش هتجب ما فول خالص وهو ده الكرف بتاعها اللي بيطلع بالمنظر ده يعني ايه؟ لو انا جبت الجرعة على محور اكس زي ما اتفقنا مع بعض والرسبونس على محور واي كلما زودت في الجرعة بتاعتي الرسبونس بتاعي يا باشا ادي الرسبونس اهو انا بزود في الجرعة الرسبونس سابت يعني مفيش استجابة خالص واولا ما وصلت مثلا عند جرعة خمسة فجأة حصل الرسبونس فجأة اديني مية في المية لو ما عادش في نوبة صرع خالص ما عادش في نوبة صرع خالص ومهما زودت بقى في الجرعة يا ترى هيزيد الرسبونس لأ خلاص عادت زودت في الجرعة ما استفدتش حاجة خلاص انا كده وصلت للفكت اللي انا عايزه فبسميها ايه؟ بسميها يا باشا يعني ايه؟ يعني انت جبت خلاص الاستجابة او نان يعني انت ما جبتش الاستجابة خالص طب الكرف ده قادر اطلع منه حاجة اسمها الاستجابة القصوى للدوى وقدر اقارن بقى الادواء ببعضها ما اقدرش ليه؟ لاننا هنا ما ممديش كرف علاقة ترضية طب انا بجيبه بقى ازاي؟ قالك اه هنا بقى السر كله ان عشان تقدر تحصل على الكرف اللي عندك تحت ده يا جماعة انت ما بتجيبش علاقة ما بين الجرعة والرسبونس على حيوان واحد لأ لازم تعمل التست ده على جروب اوف انيمل يعني ايه؟ لو عندي مئة حيوان تجربة بص كده هتطلعك على كرف ايه؟ number of responder كلمة responder يعني المستجيب عدد الحيوانات التي استجابت للدوى وقعدت بقى اديهم دوى الصرع بتاعي اديتهم كلهم واحد ميلي جرام ثم اديتهم مثلا كلهم اتنين ميلي جرام فلاقيت مثلا عشر حيوانات بس لتحسنوا لما اديت ثلاثة لقيت تقريبا ايه؟ 20% ولا 25% تحسنوا مثلا يبقى انا هنا بدأت ايه؟ كلما زودت الجرعة عدد الحيوانات اللي بتستجيب ايه؟ بتتحسن مش ولا أه؟ يبقى عشان احصل على الكيرفي بالمنظر ده بش بالمنظر ده هاضطر ان انا اعمل ايه؟ التجربة بتاعتي على group of animal عشان احصل على الكيرفي ده طب معلش يا دكتور نعم هو انا هستفيد ايه من الرسمة دي؟ هي دي موضوعنا لمحاضرة النهاردة سيب اللي في ايدك وركز معايا الله يبارك لك انا ليه عايز اوصل للرسمتين دول يا جماعة؟ سواء كانت جريدة رسمونس او كوانتر رسمونس انا ليه عايز اوصل للرسمتين دول يعني يا عم يا سيدي تخيل ان ده الادرنالين حلو؟ هو قالك كلما زودت جرعة الادرنالين كلما زادت فعاليته في زيادة ضربات القلب علاقة ترضي؟ صح ولا لا؟ ده ادرنالين مثلا جيبت دوة تاني دوة تاني مثلا اسمه نور ادرنالين يا عم انا عايز بس اديك اسماء انت ممكن سمعتابل كده عشان ما تويهاكش الدوة التاني ده لما جيت اديله بجرعة واحد ما جابش استجابة اديت اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لقيت الاستجابة بتحصل ولكن زي ما انتم ملاحظين كده الدوة ضعيف شوية الدوة كلما بزود في جرعته اه بيزيد الريسبونس وبيزيد الاستجابة الحمد لله بس ما بتوصلش النفس الدرجة بتوصل عند رقم معين لو انتم ملاحظينه ما عادتش بتزيد الرقم اللي انت بتوصله ده اسمه يا جماعة اي ماكس يعني يا دكتور كلمة اي اي يعني افكاسي يعني فعالية وماكس يعني ماكسمم يعني ده الحد الاقصى الحد الاقصى لفعالية الدوة لو جيت سألتك سؤال الحد الاقصى لفعالية الادرينالين هتقوم ايه يا دكتور 100% هتقوم ايه اللي كام 100% ده وصل لمية في المية طب الحد الاقصى للنور ادرينالين هه هتقوم ايه اللي كام وليكن 75% طب ده معناه ايه مين الاقوى مين يا جماعة الادواء الدوة اللي ليه فعالية اقوى الله ينور عليك الأدرينالين في المثال مثلا بتاعنا ده إذن إذن اللي أنا عايز أوصله لك هو إيه إن الهدف من الكيرفات دي يا جماعة هو أنا أنا بقارن الأدواب بعضك تشوف يا ترى من الدواء الأحلى من الدواء اللي يديني فعالية أكتر من غيره عن طريق إن أنا باعه تجيب حيوانات تجربة وجرب عليهم كل دواء على حدة واشوف ده بيقدر نبقى على استجابة ليه كام وعند جرعة قد إيه يعني ده وصل تقريبا عند عشرة وده برضو عند عشرة اللي اتنين عند عشرة مدوش نفس الاستجابة أدرينالين عند عشرة ملي جرام إيه ده ريدي استجابة 100% لكن النور أدرينالين عند العشرة مدوش نفس الاستجابة فهمنا ولا ما فهمناش دي أول نقطة أنا عايز أوصلها من الكيرف ده وهي كلمة إيماكس تاني حاجة عايز أوصلها يا جماعة حاجة اسمها إيه دي ففتي إيه دي ففتي آه أنا بقى عايزة تسيب اللي في إيدك بقى وتمخمخ معاهم وهو ده حلوة الطب إنك إنت تهبت أنا عايزك تهبت علميا بقى إيه دي ففتي تتوقعوا كده إيه يعني إيه بوه يا دكتور انت رسنا مغشيش هنة فوق يا دكتور يعني بصراحة كده يبقى عيب علينا لو معرفنهاش إيه يعني إفكاسي صح؟ مش إفكت برضو ولا مش إفكت إيه إفكت ودي تتوقعوا أنا سمي يا واحد بيقول دوز شاطر لي يا دكتور لإنك إنت بتقول لي إيه إحنا عاملين أصلا علاقة ما بين الدوز محور تحته الدوز والإفكت أساسي أنت عامل يا جماعة محور الكيرف اللي قدامك ده علاقة ما بين إيه الجرعة والتأثير الدوز أو الكونسنتريشن وعالجهة التانية الريسبونس أو الإفكت طيب الكلمة دي معناها إيه؟ معناها يا جماعة الدوز اللي ديتني خمسين في المية من الإفكت يعني يعني لو إحنا بصينا في الرسمة دي سيبك إنت بقى من المقارنة وبصي معايا هنا لو شفنا مع بعض يا جماعة الرسمة اللي قدامنا دي فين خمسين في المية من الإفكت أهو؟ أدل خمسين في المية كامل جرعة بتاعة الأدرنالين مثلاً في الميسال ده اللي ديتني خمسين في المية بالزبط هتقوم جاي بالمنظر ده شدت خط كده شدت خط بالمنظر ده وتقول لي يا دكتور أدل كيرف بتاع أدل خمسين في المية تقوم نازل تحت كده وتقوم أعين لي والله عند أربعة تقريباً او اربعة واحد مثلاً عند أربعة ميلي جرام أنا اديت خمسين في المية من المفعول بتاعي بتاع الأدرنالين يبقى أنا هنا فيهمت أنك فاهم لأنتاج بتيلي هنا قيمة الC kidding اللي هنتكلم عنها النهاردة الجرعة الدوز الجدي خمسين في المية من الإفكت 2 بص معي وأنا بقرأها معاك وأنا بقرأها معاك على الرسمة الدوز يعني جرعة اللي بتدي خمسين في المية من الإفكت المطلوب اللي باختصار كده عندي خمسين في من الرسمة من الكرف كده تقوم شدد خط وتقف هنا وتنزل تشوف الجرعة كانت كامة كانت مثلا اربعة اربعة ونص خمسة واتف اربعة يبقى انت هنا عملت ايه انت هنا قدرت تجيب ايه الجرعة اللي دت نص المفعول طب انا استفيد منها ايه اه هنا بقى نغيف قليلا وندخل في محاضورتنا النهاردة عشان تفهم انا استفيد منها ايه تعال بقى انا اخد شوية تعريفات مهمة هنا بداية الكلام الجديدة عن الفيديو اللي فات بس كلام ده مهم جدا دي ش شوية تعريفات ها التعريفات دي يا شباب مهمة جدا هيقول لي عرف يا دكتور ما اعتقدش يقول لك عرف بس هيجيبها لك امسي كيو يحب يجيبها لك جدا امسي كيو يقول لك التعريف ده معناه ايه ايه المقصود بيه تمام لان هناخدها موها واحدة واحدة طيب اول حاجة معناها اسمها افكاسي ها قلت لك افكاسي بالعربي يعني ايه يعني فعالية الدواء طب يعني ايه فعالية يعني قدرة الدواء انه يدي مفعول قدرة الدواء انه يدي مفعول قدرة الدواء يعطي response أو effect ما نفس المعنى يبقى قدرة الدواء إنه يدي استجابة يا جماعة ده اسمه efficacy طيب أنا بقيس الـ efficacy إزاي إزاي بعرف إن الدواء ده مفعوله أحلى من الدواء الثاني أبص على الإيماكس بتاعتهم إذن measured by كلمة measured يعني يتم قياسه بواسطة الإيماكس وهنا تعريف مهم يقول لك ما هو تعريف الإيماكس mcq تعريف الإيماكس يا جماعة من اسمها max يعني maximum وإيه يعني effect يبقى ده maximum effect سبحان الله فصر الماء بالماء e max يبقى maximum effect سبحان الله ما هي دبقى effect يعني response ما انتفاءة مع بعض عادي بقى شيء يا عم الكلمة دي لو باش عاجبك واكتب effect براحتك المهم قال لك يا دبقى هي maximum effect اللي الدواء ممكن يديه عند full concentration يعني لو أنت وصلت لأعلى جرعة إيه أعلى effect ممكن الدواء ده يديه يسمه l-emax يبقى l-emax هو maximum response of the drug at the full concentration at the full concentration طيب ومن هنا بنلاقي مع بعض إن الأجونست بيتقسمه نوعين الأجونست بيتقسمه نوعين في أجونست ممكن تبقى l-emax بتاعتها توصل لـ 100% بص زي المسار بتاع الأدريين لو فاكر معايا وصل لـ 100% فده أقوم يسميه يا دكتور ده أسميه full agonist قلنا كلمة full agonist يعني إيه full agonist يعني إنت لما أعدت تزاود في الجرعة قدر يديك the maximum response at the full concentration لما أنت عبيت الجرعة أعلى الجرعة ممكن عندك قدرت الحمد لله توصل فعلا لـ maximum response إذن الدواء ده أقوم بسميه إيه ده بيقدر يعمل full agonist يقدر يحفز تحفيز كامل لكل الـ receptors بمعنى تاني بقول عليه full occupancy كلمة occupancy يا جماعة جايب من occupancy يعني تشغيل تشغيل اللي هو أو إنشغال أو تحميل بمعنى يا جماعة إن أنت قدرت تشغل كل الـ receptor بمعنى تاني وديت استجابة كاملة طيب أما كلمة partial agonist معناها إيه ده دواء بص كده في الكيرفل اللي تحت مثلا بص كده في الكيرفل الأخضر اللي هرسمو لك دولتي شايف درج إيه درج إيه درج إيه ده لما قدر يدي وصل لهنا ومعادش خلاص يعني مهما مهما زودت في الجرعة هتلاقي الكيرفل بقى ماشي كده هتلاقي الكيرفل بقى ماشي كده يبقى هنا من كلم مع بعض على كلمة partial agonist لأن الإيماكس بتاعته كاملة ما قدرتش توصل إلى 100% بقت 60% من الدواء الأولاني إذن هنا في الحالة دي يا جماعة بقولها على الدواء التاني ده إيه partial agonist إذن يجي لك سؤال في الانتحان نظري أو عملي ويجيب لك رسمة زي دي ويقول لك قارل لي الدواء بي مع الدواء من فيهم high efficacy من يا جماعة من الدواءين دول له high efficacy وكلمة efficacy يعني أنا بقارن الإيماكس ببص كده بعناي فين الإيماكس يا دكتور قادي الإيماكس بتاعت البي وقادي الإيماكس بتاعت الا إذن البي more effective than الا الدواء البي ده فعلا effective بتاعه أقوى الأفكت بتاعه أقوى أنا سمع واحد بيقول يا دكتور بس سؤال تفضل هو أنت بش ملاحظ يا دكتور أن الدواء إيه ده إيدي لدي مفعوله عندي تركيزات قليلة يعني إيه يا جماعة الرسمة بتاعته جاية بدري عندي تركيزات قليلة على عكس الدواء اللي هو البي البي لما بدأ إيدي مفعول أصلا بدأ بعد الخمسة وعمال يدي بقى مفعول يعني أنا لما وصلت لإيماكس أصلا إيه وصلتها عند كام عند خمستاشر ولا حاج يعني لحظوا معايا إيه أن في دواء بيدي مفعول عندي تركيزات قليلة أحسن من الثاني رغم أنه ما وصلتش لإيماكس بس قدر يدي مفعول بدري شوية آه لأ هنا بقى ما تسميهاش إفكاسي ومال بتسميها إيه يا دكتور قلت لك المرة اللي فاتت بسميها بوتنسي يبقى ما هي البوتنسي البوتنسي دي معناها من هو الدواء البوتنسي البوتنسي ده يا جماعة مش معناها يعني أنا برضو عايزك مترجمهاش ترجمة حرفية عشان هتلخبط نفسك فيها بوتنسي دي معناها الدواء اللي بيبقى زي ما قلت لك كده بيديك أسرع مفعول أسرع مفعول عايزك تقولها كده أسرع مفعول مين فيهم هيلحق يديني ها أسرع مفعول باختصار كده هيديني عند جرعة قليلة أسرع مفعول ها طبعا مفعول بالشرط يبقى مية في المية أنا لازم بقارنها عندك أما عندك خمسين في المية يبقى احنا بنقوم مع بعض أنا عندي المقياس بتاع البوتنسي باي إي دي ففتي عشان إيس البوتنسي لازم أبص على الرقم بتاع إي دي ففتي واشوف مين الرقم الأصغر وهو ده اللي هيبقى مية في المية تعال كده نبص مع بعض في المثال بتاعنا عشان تفهم تعال نبص مع بعض في المثال بتاعنا الدواء اللي اسمه دراج إيه اللي أنا بيسمه بالمون الأزرق قدامكم أهو حد يقدر يطلع لي الإي دي ففتي بتاعته كم انت تقول يا دكتور معنى كلمة إي دي ففتي معناها إيه الدوز بتاعة الدواء اللي بتدي 50% من المفعول اش قلتلك الكلمة دي قبل كده إي دي ففتي دوز تي دوز إي إفكت 50% يعني أنا باتكلمх عن الجرعة اللي بتدي 50% من الإفكت طيب اهم عاملها ازاي جيبها ازاي بأم جاي عندي50% مع الرسمة وأم ماشي 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 وأول دوو بيتقاطع معايا ده الموربوتنت هو ده القوي هو ده الحلو هو ده الجميل إذا دراج إيه يا جماعة رغم إن هو الإفكاس بتاعته وحشة فعالية وحشة إلى إن هو مور بوتنت طيب وما الدراج بي إيه التاني ده الدراج بي جامت أخر يعني وإنا ماشي أهو بص كده بص 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 آه جامت أخر جامت أخر يعني عند كام عند تقريبا عشرة لكن ده جا عند خمسة جرام يعني أنا هنا احتاجت من دراج إيه خمسة ميلي جرام عشان أجيب نص المفعول في حين إن دراج بي اضطررت إن أنا أخد عشرة ميلي جرام عشان أجيب نص المفعول يسمين فيهم المور بوتنت في الحالة دي آه يبقى دواء إيه مور بوتنت عن البي فيمتال ما فيمتهاش والله الموضوع بسيط جدا لأبعد مما تتخيل يا جماعة والله الموضوع تهفي جدا مخمخها كده في راسك مخمخها كده في راسك قلتلك عندنا كلمتين لازم تقارب مع بعض فيهم يعني إيه كلمة إفكاسي وإيه كلمة بوتنسي الإفكاسي دي معناها إيه؟ معناها مفعول أو خلينا بالبالة دي كده ندي كلمة إنت تبقى سهلها لك يا سيدي بعد كده هنا نقول مع بعض أعلى مفعول حلو كده ودي البوتنسي نسميها أسرع مفعول إيه رأيك؟ يعني أعتقد كده إحنا فسر الماء بالماء وخلصنا كده إنت كده قاطعت الشك باليقين لما يجي أقول لك بوتنسي مين هو أسرع مفعول أسرع مفعول دي يا دكتور معناها إنك بتيجي عند الخمسين في المية وبتشوف أول دوة تقطع معاك أول دوة تقطع معاك يبقى هو إيه؟ خلص يبقى إيه؟ مور بوتنسي عن البي إيه أسرع من البي في مفعوله طيب عند جرعة قليلة بمعنى تاني عند جرعة قليلة بيقدر يديني نص المفعول اللي أنا محتاجه طيب وما البي بقى؟ لأ بي هنا باللحظة دي تأخر شوية فهو لس بوتنسي يعني أقل في حتة البوتنسي شوية ولكن يا جماعة مور إفكت لأنه هو قدر يدي كام 100% من الريسبونس صح ولا بصحي الكلام؟ بص كده في الرسمة دي رسمة دي أنا حشو أحترق الفيديو اللي فات لما قلت لك إن الدوة الأحمر يا جماعة برضو ده مثال تاني خالص أهو مثلا أهو شايفين الدوة الأحمر؟ أدي الدوة الأحمر أهو وأدي الدوة الأزرق أهو التاني مين فيهم يا جماعة؟ مور إفكت الأزرق ولا الأحمر حد كده يقولي مين الشطر اللي يقولي؟ مين في دول المور إفكت؟ هتقولي يا دكتور الإفكت عندي يعني اللي قدر يجيب الإيماكس لأنه بقيس الإفكسي بالإيماكس هنا الإيماكس بتاعت ده وهنا الإيماكس بتاعت ده يبقى مين فيهم يا دكتور الإيماكس بتاعته عالية؟ الأزرق خلاص إذن ده المور إفكسي طيب تاني حاجة البوتنسي يعني ايه بوتنس يا دكتور? البوتنس دي معناها اللي قدر يديني خمسين في المية من المفعول عند جرعة قليلة. يعني بقارن من حس ايه? بقارن من حس حاجة اسمها اي دي فافتي. تعال نشوف كده مع بعض قادل خمسين في المية من المفعول اهو. اقوم ماشي كده 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 كده. اه اللي قابلني اول واحد مين الدوا الاحمر. خلاص اذا الدوا الاحمر ده لماعة هو ده المور بوتنس. صح? يا ليه الدوا الازرق اللي قابلني بعدها عند جرعة اكبر شوية. فهمنا ونفهمناش. يا رب تبقى سهلة. طيب سؤال بقى للشطار. دلوقتي انا عندي المسال نرجع للمسال ده تاني. عرفنا خلاص الحمد لله ان دراج بي هو المور افكت. لكن دراج ايه هو المور بوتنس. طيب السؤال بقى هنا. مين فيهم الاحلى? يعني انا دلوقتي دكتور ومريض جايلة بضغط وانا عندي اوبشنين للعلاج دلوقتي. ادي له مين? ادي له المور بوتنس ولا ادي له المور افكت. انا سمي واحد بيقول يا دكتور ادي له المور افكت عشان هو ده اللي هيديني المفعول الاعلى وهيديني المفعول اللي انا عايزه. واحد تاني بيقول يا دكتور لا استنى خليني ندي له المور بوتنس عشان تبقى الجرعة قليلة فنتجنب المشاكل بتاعت الدواء. بص يا سيدي. احنا عندنا الاهم هو الافكاسي. اهم من البوتنسي. يعني طبعا لو في دواء عندك. مور افكت. اند احسن كمان مور بوتنس. خلاص يا عم اختار وماتحيارش نفسك. لكن لما يحصل تناقض زي المسال اللي قدامنا ده. ان فيه دواء مور افكت. وفيه دواء تاني هو اللي مور بوتنس. بس مش افكت بتاعته حلوة. يبقى روح ابص المين? ابص على افكت. ابص على افكت. ازن في الحالة دي هقولك اكتب لي اوصف لي دراج بي في الرشدة بتاعتك. ما يبقى المعلومة دي مكتوبة عندك يقولك ايه يا باشا? يقولك. يعني مش هي المهمة قوي بالنسبة لي. مش هي المهمة قوي بالنسبة لي. وده اللي يهمني في الكلام اللي قدامك ده. وصلت الفكرة يا جماعة او لا ا? ازن ده الفكرة بكل بساطة اقل اهمية. مش مهم التعليل? الجملة دي مهمة يمكن تجريك في الامس كيو لعب لك فيها. اوكي او لا ا? طيب. نجي مع بعضها على تالي التعريف معانا. تالي التعريف معانا السيفتي. السيفتي او بمعنى سلامة الدواء. امان الدواء. سؤال. احنا قررنا الادوية. جيبنا دويين وقرناهم من حيث الافكاسي. ثم جيبنا دويين وقرناهم من حيث البوتنسي. صح ولا بصح? طيب. لو معك دويين وعايز تقرنهم من حيث السيفتي. ميطرى مين اللي اقمن على المريض. هعمل ده ازاي? تعال اديك مثال حلو. لو قلت لك مثلا عندي البرستامول. عارفين البرستامول بنا دول? بتاع الصداء. لو انت اخدت منه حباية. ها? حباية. بش هعملك حاجة. يعني هيعملك العلاج بس بش هعملك توكسيستي بش هعملك سمية. كلمة يا جماعة. توكسيستي معناها سمية. فلو قلت لك حباية بش يعملك حاجة. حبيتين ولا حاجة. تلات حبات يا دكتور مفيش. عشر حبات يا دكتور تبقى متخلف. انا اسف يعني ما انت لو ناوي تنتحر بشوية برستامول يبقى بشايفيدك الكلام ده. امال. انا عندي يبقى الدوى ده يا جماعة الامان بتاعه عالي. ليه? لانك محتاج تقريبا ما يقارب. يعني ما يقارب تقريبا لعشرين حباية من الحباية ابو نص جرام ديت. عشان تقدر تبدأ التوكسيستي في جسمك. عشرين حباية. تخيل معايا المشهد. يعني انت اصلا مفعول البرستامول ممكن يبدأ بحباية واحدة. وانت جنبك محتاج عشرين حباية عشان يبدأ المفعول الجانبي يظهر. جميل? حط ده بقى على جنب. تعالي لعدوة تاني. ديجتالس. سمعنا عن ده يا ديجتالس. ديجتالس ده ان شاء الله تاخده في الكارديو. دوى لمرض القلب. دوى للناس اللي عندها هارتفليور او فشل في القلب. طب سؤال. الديجتالس ده لو انت اخدت منه حباية يجيب لك المفعول اللي انت عايزه. حبيتين توكسيك. توكسيك من اولها كده. مصيبة سودة. تارت حبات ممكن تموت فيها. ده كده المسافة ما بين الثرابيوتيك دوز يعني الجرعة الامنة اللي بتدي مفعول. والتوكسيك دوز اللي هي الجرعة السمه وليلة جدا في الدجتالس. قريبين لبعض الجرعتين قريبين لبعض. الجرعة اللي بتدي مفعول والجرعة اللي بتعمل سمية اللي اتنين قريبين مع بعض. يبقى كده سلامت الدواء ده بش حلو. الدواء ده غالبا كده ايه اخاف منه. لكن حاجة زي البرستامول انا بقول لك حباية ولحد عشرين. يعني انت عندك حباية يبدأ عندها الثرابيوتيك دوز ولحد عشرين حباية هناك يبدأ يظهر التوكسيك دوز او الجرعة السمه. اذا هنا يا جماعة في فرق ولا ما فيش فرق. في فرق فعلا. اذا لو انت طالب طب فاهم عمرك ما تبقى بقى متخلف وانت رايح تنتحر يعني بعد ما اكتقبت تروح تكتاب وتنتحر لي بعلمة مرسة تمل. وانت تبقى اهبال بقى بصراحة. يعني ما زاكرتش فرما. يعني ليه زاكرت فرما ولا فلحت في الانتحار. امال بتنتحر. امال عايش ليه? لا ايبا زاكر فرما عشان ما تعملش كده تاني. واخدالك انت طيب. فخنايا متفقين مع بعض يا جماعة ان بكل بساطة انتهو احنا بنكلم على ايه بقى? اه احنا عايزيني نترجم الكلام ده معلش يا دكتور بكلام علم شوي. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنعبر عن الجرعة اللي بتدي نص المفعول بحاجة اسمها ال-ED50. اهي. اهي. ال-ED50 دي معناها ايه? الجرعة اللي اديتني نص المفعول. الحلو. ولياكم مثلا المسال بتاعنا في البرزة مستمو الحباية. طيب. السيفتي بقى. عندنا مصطلح مهم اسمه ال-T-D-50. T-D-50. تعال انطبق نفس القاعدة اللي اتفقت معاك عليها. دي يعني دوز وخمسين في المية من التوكسيستي. يعني الجرعة اللي بتعملك خمسين في المية من السمية. اسمها توكسيك دوز. يبقى معنا كلمة T-D-50 معناها ايه? هي الجرعة اللي بتديك خمسين في المية من السمية. طيب بلاش كلمة خمسين في المية من السمية دي. تعال نقولها بطريقة اشيك. لو انت عندك مية حيوان تجربة. مية حيوان في التجربة بتاعتك. الجرعة اللي هتخلي خمسين في المية منهم يظهر عليهم اعراض جانبية. دي بسميها T-D-50. يبقى احنا بنكلم مع بعض بلغة الايه? بلغة ال-quantal response لو فاكرين. اللي هو خمسين في المية من حيوانات التجارب بدأ يظهر عليها ايه? التوكسيستي. هنا اقوم يسمي الجرعة دي T-D-50. وليكن مثال الدواء اسمه X. دواء مثلا اسمه X. تخيل كده معاي. دواء اسمه X اهو. الدواء ال-X ده يا شباب. ال-A-D-50 بتاعته يعني الجرعة الحلوة اللي تديني نص المفعول عند واحد جرام. حلو كده. وتديني المكسوم عند اتنين جرام مثلا. حلو. تعال نرسم الرسم عشان تفهم. اهو. بص معاي. دلوقتي انا لو قلتلك ادي الرسمة اللي احنا متعودين نرسمها. تحت بنحط الدوز صح ولا بصح? وهنا بنحط ال-Effect or response. اهو response. جميل. بص معاي يا دكتور. دلوقتي انا لو قلتلك ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشة ترتاشر كفاية كده. اربعتاش. مهم. لو انا قلتلك مثلا عندي دواء. لو اديتهلك بواحد ملي جرام مش هيدي مفعول زودت شوية اداني مفعول زودت شوية اداني مفعول وهكذا وصلت عند كده. تقدر تطلع لي ال-Eady 50 ادي الخمسين في المية اهي. خمسين في المية باشا. يبقى الرقم اللي قدامنا ده اللي هو كام عند اتنين مثلا تلاتة. خليها عند تلاتة ماشي اوكي. تلاتة. يبقى تلاتة ملي جرام اكتبها كده. تلاتة ملي جرام يساوي ال-Eady 50. يعني. يعني. الجرعة اللي لديتني نص ال-response كانت كام كانت كام. تلاتة ملي جرام. حلو. انا قعدت ازود لك في الجرعة. فجأت ان عندي تقريبا. بص كده معايا ارسمها. نرسم الكرف بقى جنبه بالشكل ده كده. نرسمه كده. لقيت يا راشا ان عندي ان عندي هنا في الحتة دي مثلا عند جرعة مثلا وليكن سبعة. خليها سبعة ملي جرام. عندي سبعة ملي جرام. لقيت ان انت بتدي خمسين في المية خلاص من ال-ايه من التوكسيك بقى رسبونس. من التوكسيك رسبونس. يبقى ام ايل ايه? ايل ان ال-TD50 اللي هي الجرعة اللي بدأ يظهر عنها السمية. وقدرت تظهر اللي سمية على نص حيوانات التجارب كانت كام? سبعة ملي جرام. طب انا لو زودت الجرعة اكتر. ولقيت تقريبا ان الحيوانات بدأت تموت. من اللحظة هنا بدأت الحيوانات تموت. خليها نرسمها بالرسمة دي. ها. حيوانات بدأت تموت. تموت تموت. كلها ماتت في اللحظة دي. يبقى انا هقوم ايل ايه? ايل ان الحتة دي بالزبط الجرعة دي. ولياكم مثلا كام? اربعتاشر. خليها اربعتاشر. اربعتاشر ملي جرام. هسميها ايه? هسميها L-D50. كلمة L معناها ليثل. وليثل يعني قاتل. يعني دي الجرعة اللي قتلت ها. خمسين في المية من حيوانات التجارب. الجرعة اللي قتلت خمسين في المية من حيوانات التجارب كانت مثلا ولياكم اربعتاشر ملي جرام. يبقى انتم ملاحظين معايا الرسمة اللي ظهرت معنا بالمنظر دي يا جماعة. الكيرف الاخضر يعبر عن الجرعة الامنة. اللي نسميها Effective Doors. ال-E-D. ال-E-D. الرسمة الخضرة دي بتعبر عن Effective Doors. الجرعة الايه? الامنة الفعالة. والرسمة الزرقة بتعبر عن Toxic Doors. الجرعة السم. وصلت لمرحلة الجرعة السم. والرسمة الحمرة بتعبر عن Lethal Doors. يعني الجرعة القاتلة. الجرعة القاتلة. فلو جيت سألتك سؤال الجرعة الامنة. كام قيمة ال-E-D? 50. يعني كام الخمسين في المية بتاعت ال-E-D? اهي. يبقى كام? 3 ملي جرام مثلا. طب جيت سألتك سؤال. ال-T-D يعني Toxic Doors. الجرعة السم. كام قيمة الخمسين في المية بتاعت الجرعة السم. والله يا دكتور اهي. اللي سبعة. خلاص اهي كده. طيب كام دي? مثلا وليه كان 14. ولدي اسمها LD50. فهمنا الفرق ما بينهم الا لا يا جماعة. كلما زادت المسافة ما بينهم. زي ما انت فقت معك في المقدمة. كلما كانت المسافة ما بين الجرعة الامنة. والجرعة السم. او حتى الجرعة القاتلة. المسافة ما بينهم كلما بعدت. يعني مثلا تخيل تلاتة وسبعة. ومثال تاني تلاتة وسبعين. وخد بالك انت من الفرق الرهيب ده. يبقى كلما زادت المسافة ما بينهم كان حاجة حلوة جدا. كلما انت بتخيل بتقولي ان الدوة ده امن. ولو لقدر الله المريض اخد حبايتين زيادة. ثلاث حبايت زيادة. اربع حبايت زيادة. مش هيحصل له مشاكل. وبش هيدخل في الجرعة السم. لسه مش هيدخل في الجرعة السم. على عكس بعض الادوية. لو الكرف ده يا جماعة قريب لبعضه. تلاقي وقتها الدوة ده ايه. الدوة ده لو انت زودت حباية واحدة بالغلط. تدخل في السمية. اخدت حبايتين بالغلط. تدخل في الجرعة الاقاتلة. فاهمنا الفكرة ولا يا جماعة. اذا انا عشان اعبر عن السيفتي فانا عندنا مصطلحين. توكسك دوز ففتي وليثل دوز ففتي. توكسك دوز يعني الجرعة السم. معناها ايه بقى دي دي ففتي دي. معناها الجرعة بتاعت الدوة اللي ممكن تعمل تأثير سيء هرما في الافكت على خمسين في المية من التست بوبيوليشن. كلمة تست بوبيوليشن يعني عناصر التجربة. عناصر الاختبار. يعني حيونة التجربة اللي احنا نستخدمها يعني. خلاص. طب يعني ايه كلمة اللي دي ففتي يا دكتور جرعة القاتلة. ليثل دوز يعني جرعة القاتلة. بعبر عنها بحاجة اسمها اللي دي ففتي. معناها معناها الجرعة الدوز اللي اترت خمسين في المية من حيوانات التجربة. صح ولا لا? يبقى معناها الدوز اللي اترت كوز ديث لخمسين في المية من التست جروب. يعني مجموعة التجربة او مجموعة الاختبار اللي انت عملتهم. مفهومة لا? او غالبا انا بحسبهش على انسان. عمر ما اعمل التجربة دي على انسان. انا بعملها على انيمل. واشوف يا ترى خمسين الجرعة اللي اترت خمسين في المية مسلا من حيوانات التجربة كانت كام الجرعة دي واكتوبها بقى عندي. واقول ان دي غالبا برضو لو طبقاتها على الانسان ممكن يموت فيها برضو. فهمنا ولا ما فهمناش يا جمعة? ازا خدنا مع بعض تلات مصطحات مهمة. حاجة اسمها افكاسي. حاجة اسمها بوتنسي. حاجة اسمها سيفتي. بص كده في الرسمة اللي قدامك دي اهو النا اللي احنا عرسمناه مع بعض دلوقتي. شايفين معايا الرسمة? aqui response. وادي دوز. هنا مثلا ده الكيرف بتاع الافكاسي الحلو والكيرف اللي جنبه ده الكيرف بتاع التوكسيست الوحش. شايفين معايا ال هنا قيمة ال Ad 50 كام? ولياكم مثلا ايه 5 ميلي جرام. وهنا قرعة ال ايه? ال TD 50. ولياكم مثلا كام? 10 ميلي جرام. يبقى شايف معايا الفرق ما بينهم حاصل طرح المرقمين من بعض بسميه تي اي يعني ثرابيتك انديكس يعني ايه ده اللي هنقوله مع بعض في الجزء التاني بس خانون راح نصلي مع بعض كده وناخد بريك سريع ونكمل مع بعض بإذن الله في الجزء التاني من المحاضرة